الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنال القربات وترفع الدرجات والسلاة والسلام على سيد الكائنات سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تدعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أما اتعهم بالعافية ورزقهم الصحة والسلامة كالتاج على رؤوسهم لا يراه إلا المرضى لا يراه إلا المرضى الذين يبقضون على فراش المرض يئلون ويتوجعون ويتعلمون آلاء الليل وأطراف النهار وهم تحت رحمة الله جل وعلا ثم علاية من حولهم من الأهل والأطباء والممرضين لا يملكون لأنفسهم حيلة ولا يجدون مهربا مما هم فيه إلا بفضل الله ورحمة يا من تعلم أن ما أصابك ليس إلا بقدرة الله تعالى أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى حتى يهون عليك ما أنت فيه من المرض فإن الله لطيف بعباده واعلم أنك متى أحسن تنظل بالله سبحانه وتعالى شعرت بالرضا وهان عليك مرضك لأنك ألا يقين تاب أن ما أسألنا الله لا يقدر إلا الخير ثم إن من قدر عليك المرض ليس إلا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين الذي هو أرحم بخلقه من الأم بولدها فهو أرحم بك من نفسك يا من ابتليت في صحتك وعافيتك احمد الله تعالى احمد الله تعالى أن ما أصابك من مرض أو ابتلاء لم يكن في دينك فإن المصيبة في الدين هي الخسران المبين وعياذ بالله واحذر من التسخف وإظهار الجزعي وعدم الردى بالقدر فإن ذلك مما لا يليق بالإنسان المسلم ولا يجوز له بحال من الأحوال يقول أحد علماء السلف ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها لأربعين أن لم يجعلها في ديني وأن رزقني الصبر عليها وأن لم يجعلها أكبر منها وأن رزقني الاسترجاء عندها يا من تطمأ في رحمة الله تعالى وفضله لا تنسى أن المرض كفارة بإذن الله للظنوب والخطايا فقد روية أن أبي هريرة رضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غمين هدت الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطايا رواه البخاري فاستبشر أخي المريض المسلم خيرا بلقف الله تعالى ورحمته واعلم شفاك الله أن مصيبتك أهول من مصيبة غيرك وأن هناك من هو أشد منك بلاء وأكثر ألم ووجع يا من أحاطت بك الآلام والأوجاع احتسب ما تشتكيه من مرض عند الله تعالى فلعل ذلك مقدر منه سبحانه لرفع منزلتك في الدار الآخرة متى صبرت واحتسبت فقد 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 روية الأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري وجاء في الحديث أيضا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوم لابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فعليك أخي المريض أن تصبر وأن تحتسب الأجر على ما أصابك وأن ترضى به امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط يا من فقد طعم العافية لا تكثر من الشكوى والأنين فقد كان السلف الصالح يكرهون ذلك لما فيه من الضعف وعدم الصبر وعليك بكثرة الذكر تسبيها وتحميدا وتكبيرا وتهليلا واحرص شفاك الله على لزوم الاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه فإن ذلك فرجا لك ومخرجا مما أنت فيه من ألم وهم ووجأ وضيق فقد رويا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أبو داود بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفاني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وألا آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا من مسك الله بضر لا يكشفه إلا هو سبحانه وتعالى إصبر على ما قضاه الله تعالى وقدره عليك فإن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكون وإياك أن تيأس أو تقنط من رحمة الله فإن ذلك مخالف لهدي الإسلام وتربيته وآدابه واحذر واحذر من تمني الموت ما تشتد عليك المرض لما رويا أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فعليه فلعله يزداد خيرا وإما مسيعا فلعله يستعتب رواه ابن حبان يا من منعك المرض من الذهاب إلى بيوت الله في الأرض الحذر 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 من ترك الصلاة خلال فترة المرض أو التهاون في أدائها في أوقاتها لأن ذلك ذنب عظيم وأمر جسيم وعليك أخي المريض المسلم أن تكثر من الدعاء الصادق والإلحاه في الطلب فإن الله سبحانه وتعالى يجيب من عبده يحب من عبده أن يسأله ومتى علم سبحانه وتعالى من العبد الصدق والإخلاص أجابه وحقق رجاءه ورفع أنه ما يشتكيه بإزته وقدرته سبحانه أجابه وحقق رجاءه وإلى أدائها في أدائها في أدائها في المصابات باما سنو هكا سي لوكا چند الله جرابي مدرش الله فيا خوكما کاغوني مجن yetian فامادة كنسا الوكا چنزاك agar نعمر دعلا يأيمكا داكا ميوكو قريم ربا چووانا نعم مياة من ثانيل اتا منون غو ديرمو جاء الله سبحانه وتعالى اللي اعبام وننعم سعيدنا حكما رشل الله فيا ينا ايه زما نئما أغاريكا إنان الله ياسو ياني فيكا دي نئما سي تكسن چه نئما چه أغاريكا كينا كمان يدى لا فيا نئما چه حكا نما رشل لا فيا ونلوكا چه تكنزمتو نئما دوكما الخيمي أغاريكا ونهيسا خطبة متعو توكا چيني كوكما نسيحاني دوكما نمر لا فيا نمجل يقومة چه نرميني بوكو بربا أقو سيكي قوة نيسا وسي يتفرقو كسن يا كيدا موانا مر لا فيا حالي لكيكي چكنا رشل لا فيا دساني معلا دأمن چي وسا دي الدسا يا ربوتا يا قدرات في الأزل چي وزي جربيكا لو أن الرشل لا فيا يزا بي نوء الرشل لا فيا ديكي سو كما يزا بيكا كما يزا قلوكا چين ديكي سو يجربيكا دهكا بنده أكي بكاتا أقول كيا قيدا موانا شيني ككوتة زتو دمه لتشنك سبحانه وتعالى كيا دا بند الله سبحانه وتعالى يهو كنتا يقدرا يسو جربيكا كسن شيوة الله سبحانه وتعالى دي أبند يدي ديني سو بلشي الله بايا يبند بادي دي بني يدن كيها كسي زمتو الخير إلي أغاريكا كسن شيوة ونده جربيكا دوان الرشل لا فيا أرحم الرحيمين لطيف بعباده أحكم الحاكمين شيني بفي جنكا ماسي جنكي ميتوسيين با إنساني شيني ونده اكي توسيين با وسب فيادي اندام حيثياتكي توسيين جايرين إنسان دهكا يا سندكي يا سنسبو دو تحيكي ما يجربيكا دوان الرشل لا فيا دي يندس شيوة يتن انتا أغاريكا جو كانا كاو واعج كنزوشي شيوة ونده جربيكا دوان شيوة رحيم بعباده نطيف بعباده كما هو أرحم بك من نفسك ونده زي رقيا مكا ردد إن شيوة دكي فامادة شي كموانا زي ساوانا رشل لا فيا لكي فامادة شي يزمتو الخيري يزمتو نئما چي أغاريكا دونيا دلاهيرا وسياتا تبيو كريكا كي دوانا مرا لا فيا شي لك قولي و الله سبحانه وتعالى ده يتكا إتا وانا جربيكا أكل لا فيا لكي كوي بأجكين الديني تبا تو هم ببنجر بأوا وانا أبدئيكي مون رشل يدادة شد مصيبا ينا جوا ينا غودي و الله سبحانه وتعالى جموكا چند الله جربيش شد وتمصيبا سبود أبو الله وغده دكتشكي ينا غودي و الله سبحانه وتعالى ده يتكا إتا وانا جربيا ديسا وانا جربيا بأجكين الديني سبني جربيسا تو سيغودي و الله سبحانه وتعالى ده جربيا تكسنشي بأجكين الديني بأ أبو نبيو ينا غودي و الله سبحانه وتعالى سمود أزر تاشي ده يدجاجر وده جوريا ده يمحوري ده أوكا وانا جربيش ده إتا حظوه اكار شمه قنس و سياتاتاوكو غريخ ياكا نوانا مرانا فيا تساني چي و شرش الله فيا دميكي يغني علامة تنونا قونا ده سويا نمحا لجيزو وغباوان علامة ده كنونا سعادة وكمداتي ومباو دونيا داناهرا سمود أزر تار حديثي ده سكي إشارة وغباوان ياتب باتحكين حديث ده إمام البخاري وغيتو منزل الله صلى الله عليه وسلم ينا جي وغباوان ده إمام البخاري يكي سنشد الخيري يكي نفنشد الخيري سو سي يويتجرب مسيبر يوتبان تبو بدبان تيوتبان تبو بدبان سبود ألا ينا سنكد الخيري هاكنا ياتب باتحكين حديثي منزل الله صلى الله عليه وسلم جي وإن الله إذا أحب قوما لبتلاه الله سبحانه وتعالى إذا ينا سمتالي توسي جرابي سو ده كي جرابا وترشي اللعفية واند يأي دي غمس توزي سامير ده الله سبحانه وتعالى واند كو بي كرؤوان نن جرابا وامت إن كندراب توزي حدي لفش الله سبحانه وتعالى رشي اللعفية ده ميكي غني وتحنيا چه تکنكري زنبا مو ده الله سبحانه وتعالى يقدر يزار سبو دي ناسم مو ده الخير ينا جن غم ينا توسي آمان ياسم من تار زنبا من يان كان آنا تو بايا سو ميد واند زنبا لا حرا شي سا يكي ككبي من سو يكي كنكري من سو تند كنان جن غني تهن جر با مو جر با جر با ده با ده كنكري جر با رش الل فيا كنان دولو كن دكي كن حالي رش الل فيا كن كن جر با لأن سو كن سو ربا سو كن ده سو سو ته سو ته ربا كن سو 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 واند حدیث من ز الل صلى واند واند ده ي سو سو ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر